طب نروح لجانب البطولات لما انت لعبت مع فرق تحقق بطولات حققت بطولات اه حقق بطولات حقق اتنين دوري سويسري مع فريق جراسهوبر وده الفريق اللي كان فيه لعب ولعب مع الفريق ده وخاد معه 12 بطولة 7 دوري وخمسة كاس وحقق برضه الدوري مع جالين فريق برضه سويسري ومع بازل ودي التجربة اللي كانت الأخيرة حقق كاس مصر فقط لغير ولعب مع بوخم تجربته لأربع سنين مع بوخم الألماني خد دوري الدرجة التانية وصعد بهم وكان أول سنة قدر يكون تامن في الدوري الألماني وتاني سنة كان المركز الـ 12 وتالت سنة المركز الـ 14 ثم بعد ما تركهم فريق بوخم نزل لدوري الدرجة التانية مرة أخرى إذن فريق أولا إذن مدير فني عنده القدرة على أنه يحق بطولات هتقول لي عندك تخوف عشان نكون أمناء أصل بطولات الدوري كانت سنة 2000 وسنة 2003 الراجل بيستقر مع الأندية والمنتخبات واستقر فترة طويلة جدا مع منتخب النمسا حوالي 6 أو 7 سنوات ثم بعد كده انتقل لبازل لما حقق البطولة أولا كان المسافة بين بازل وينج بويز مسافة بعيدة فقدر يحق بطولة الكاس ووصل لنهاء بطولة الكاس الموسم اللي بعده وخسر النهائي فبالتالي قدر يحق بطولة مع فريق بازل يا فارس عشان بس الناس ممكن تكون متخوفة من فكرة الدوري 2003 فاحنا بنوضح ان لا فيه سجل بطولات فيه ضغوط بازل وقتها كان بعيد عن فريق يونج مقدرش يحقل الدوري قبله ولا الدوري بعده حتى هذه اللحظة برغم انه وسيقه من سنتين فبالتالي الناس ممكن تطمئن لا انا مش متخوف خالص من فكرة البطولات لان ايه ايه اسأل نفسك سؤال كده انت كمشجع للنادي الاهلي اسأل نفسك سؤال ايه اللي مع مارس الكولر مع النادي الاهلي هيبقى اول مرة يتحط فيه مش اللعبة في افريقيا ومش فكرة انه هو بيدرب نادي عربي ومش كل القصة دي خالص على فكرة دي حاجة مش هي المعيار على الاساس عندي خالص ايه اول حاجة او اول مرة مارس الكولر يتحط في الوضع ده انه هو يبقى بيدرب فريق هو له اليد العليا مقابل باقية الفرق يعني فريق هو تاريخيا الافضل في قرته والافضل في دوريه والافضل في قيمة تسويقية مقارنة بالمنافسين ايوا اول مرة مارس الكولر يتحط بده طب ده شيء سلب ولا ايجابي ايجابي ليه لان الراجل ده في كل مرة اتحط في تجارب هو طلع تقريبا افضل ما ممكن في التجارب دي مقارنة بظروف التجارب يعني ايه اولا هذا رجل فكرة المشروع بجد لان المشروع في رأيي مش ان انت تغامر بمدرب المشروع ان انت تجيب مدرب هو فعلا تقدر تبني عليه مشروع النمسا مشروع لو نقرض الايام اللي قعدها الراجل ده او عدد المدد اللي استمرها في الاندية ده انعكاس لمفهوم المشروع يعني ايه يعني الراجل درب فيل قعد 548 يوم يعني داخل على سنتين درب سانت جالن قعد اكتر من 1000 يوم يعني حوالي 3 سنين قعد بعد كده في الجراس هوبر 639 يوم احنا لسه في الايام 639 يوم تجربة كولن هي الاقل نسبيا قعد في بخم 1542 يوم مدة كبيرة جدا قعد مع النمسا حوالي 7 سنين قعد مع بازل 760 يوم يبقى انت ايه اللي ممكن توصله من الارقام دي اللي توصله من الارقام دي ان هذا الرجل هو انعكاس مفهوم المشروع انعكاس مفهوم المشروع ازاي ان هذا الرجل يبقى مع الاندية احيانا بالسبع سوانوات او المنتخبات والاندية ما بين سنتين وثلاثة هو مش رجل بيتنقل ومش رجل معندوش رهانات طب ازاي فكرة انه هو بيطلع افضل حاجة عند الاندية يعني مع فيل صعد مع سانت جالن خد دوري والفريق ما كانش بيحقق دوريات مع جراس هوبر خد دوري ويعتبر انجاز مقرنة بارقام الفريق مع بوكم قدر يصعد من دور الدرجة التانية دوري الالماني ويحقق احد افضل مراكز الفريق عبر التاريخ في المركز التامن مع بازل في فترة مش هو الافضل فيها بازل قدر يحقق الكاس وبازل من بعده ما بيحققش بطولات لسنوات كتير جدا يبقى تفهم من ده ايه ان الراجل وفقا للامكانيات المتاحة ليه كان دايما بيحقق افضل اشياء متاحة طب لما تيجي تحقق العقلية دي مع السبات لمدة طويلة مع نادي عنده كل الامكانيات زي النادي الاهلي الطبيعي يعني نتمنى ده ان شاء الله الطبيعي ان ننتظر النجاح ده ده الف به ان انت خدت بالاسباب شخصية واستقرار لمدة طويلة وافضل نتائج مقارنة بالمعطيات المتاحة او الادوات بتاعة الفرق طب فريق عنده كل الادوات عنده الجماهرية عنده الشعبية عنده بطولات لاته قرن باي حد يبقى ايه اللي يحصل يبقى الراجل ده ينجح ده اللي نتمنى انه نتحقق لان الاشياء المجردة بتقول ان ده يحصل يقصي كل يا بص يا فارس اي اختيار اي اختيار بيكون له معايير وبيكون انت دورك ان انت تعالب معايير دي احتمالات النجاح زي يقول الهومورك بتاع بالضبط احتمالات النجاح هي دي موجودة احتمالات النجاح قولنا شخصية احتمالات نجاح قولنا بحق بطولات احتمالات نجاح ثبات وتواجد ومشروع احتمالات نجاح اخرى ان طريقة اللعب الهجومية بيلعب ضغط عالي وبيلعب بطريقة هجومية وكمان بيلعب ب4-2-3-1 معظم المباريات يعني لما نشوف الدوري اللي لعبه مع بازل هتلاقي 74% من المباريات كان بيلعب بطريقة لعب 4-2-3-1 17% من المباريات لعب 4-4-2 و8% فقط لعب 3-4-3 يعني الطريقة الامسل بالنسبال او اللي بيتبناها هذا المدير الفني 4-2-3-1 هي الطريقة المناسبة لعقلية وشخصية اللعب المصري مع اني مش بحب يعني يكون فيه جمود في طريقة اللعب او الفورمشن لان في النهاية انا يهمني اسلوب اللعب دا ايه ما يهمنيش الفورمشن اللي موجود على ارض الملعب بقدر ما يهمني اسلوب لعبك التحرقات اللي تعملها اللعبين اسلوب ضغط عالي اسلوب متأخر فهو بيلعب ضغط عالي وبيلعب بيدفاع متقدم ويمكن شوفنا يعني جزء مع النادي الاهلي مع ريني فيلر كان بيلعب بالدفاع المتقدم بيلعب بالضغط العالي وانه يقلل زمن الهجم عند المنافس كل ده موجود عند مارسل كولر وبالتالي ده معيار اخر مناسب لمعايير اختيار مدير فني للنادي الاهلي طيب حاجة كمان تخص هوية الرجل في الملعب جمهور النادي الاهلي كان عايز الكرة الهجومية الرجل ده بيلعب كرة الهجومية جماعة يعني انه بشركم ان هذا الرجل هو بيلعب كرة الهجومية يمكن احيانا انتصل لحد الاندفاعية اللي بتخلي احيانا انه لاج مباراته بقى كبيرة لانه هو من المدرسة ان انت تقدر تسجل اربع اهداف مفيش مشكلة تستقبل تلاتة فعشان كده فكرة الكلين شيت ونظافة الشباك وبتاع انا مش عايز ده المايار يبقى بتاعك في الحكمة على مرس الكولر لو انت جاي تفكر ان الرجل ده هو اكتر واحد هيشتغل على كلين شيت ويشتغل ان ما يجيش فيك اهداف هو بيشتغلش كده هو بيشتغل على فكرة ان انا دايما ابقى قادر على تسجيل عدد اكبر من الاهداف اللي بتدخل مرماية وده شيء على فكرة ومدرسة موجودة عنده مدربين كتير انا ما عنديش مشكلة ان اشجل اسجل خمسة ويجي معايا او يجي فيا اربعة احسن او تلات او خمسة تلات فالراجل مثلا على سبيل المثال مع بازل السويسري في احد المواسم يعني تلات مباريات نتجته ماربعة بس كم مباراة نتجتها تلات اهداف تسع مباريات وده عدد كبير جدا وايضا ده ارقام يعني عندك عشاشة مفيش بقى مجال لسرداء عشان الوقت يمكن ده بتدل ان دايما عنده فكرة الاستحواز والسيطرة وان هو قبر هند على المنفس ومتواصل الهدف المجرد تقريبا حوالي هدفين اخيرا كان فيه لقاء بالتأكيد بين ريني فيلر ومارسل كولر اللقائين اللقائين اتعادل مع لوزير واحد واحد ومارسل كولر تفوق وفاز اثنين واحد على ريني فيلر نتمنى يعني يكون مارسل كولر يقدر يستحوذ على حب جماهير النادي الاهلي زي ما حصل في فترة ما قبل كورونا مع مستر ريني فيلر يعني كل دي معايير كل دي معايير خدناها ولكن كلنا عشان نكون امناء بنقول ان دي كلها احتمالات نجاح احنا درنا اننا نعلي احتمالات النجاح الراجل المتواجد فيه الشخصية متواجدة ادر يحقق بطولات ادر ادر يستقر ويعمل تطور لمنتخب زي منتخب النمسا واشتغل مع منتخبات ادر وصل من السبعين للعاشر يمكن رجع تاني النمسا للمركز الخمسين برضو في وجوده ولكن ادر يصل للمركز العاشر ادر يصل لليورو لاول مرة في تاريخهم اول مرة كانت هي الدولة المنظمة ولكن كتصفيات ادر يحقق 28 نقطة من 30 نقطة ادر يرجع مع بازل وياخد بطولة كاس يعني عنده اللي نقدر نبني عليه ربما يكون بالنسبة لك مش هو المدير الفني الامثل ولكن على النقيد ايضا مش هو المدير الفني الذي لا يناسب النادي الاهلي انا شايف ان هو مدير فني احتمالات نجاحه ممكنة بشكل كبير جدا وان شاء الله يكون التوفيق حليفه لان كرة القدم بتغضع دائما لمسألة التوفيق ودورك انت زي ما قلنا لك وده الهدف سدوا ادنك سدوا ادنك عن اللي لمصلحتهم مصلحة النادي الاهلي ولا اللي تفكيرهم زيك ولا اللي هم اصلا عمرهم عايزين يشوفوا النادي الاهلي في المكان اللي يستحقه وخليك دايما فاكر انه جمهوره دا حماه اشتركوا في القناة